هذه أبرز العنوين المنتخب المغربي للفتصال يدشن رحلته اليوم الاثنين في المنضيال وعينه على الانتصار في مواجهة منتخب طاجك السان الرجراجي يقرر استدعاء لعبين كبيرين من أجل تعويض غياب حكم زياش وإبراهيم دياز بسبب الإصابة فمن هم يترى هؤلاء اللاعبين الرجاء يقرر بعض رسالة احتجاجية للكاف بعد تعرضه لمجزارة تحكيمية أمام سامارتاكسا الغينية حارس نادي بيراميدزا يكشف رسالته إلى الشيبي لمصالحته مع حسين الشحات قبل ما نبدأ لا تنسى تشارك معنا في القناة وتفعل جرس لكي وصلك دائما أخبار المغرب يدشن المنتخب الوطني المغربي رحلته في كأس العالمي الفوتسالة بمواجهة نظيره المنتخب تاجكستان لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات المصابقة التي تحتضنها أسباكستان خلال الفترة ما بين الرابع عشر شتنبر الحالي والسادس أكتوبر القادم ستكون هذه المشاركة الرابعة على التوالي للمنتخب المغربي في نيائية المنطية بعد نسختي طايلاند 2012 وكولومبيا 2026 وليثونيا 2020 حيث يطمح أبناء المدرب شنبكيك للدفاع عن حضوضهم في التتويج باللقب العالمي سيحاول المنتخب المغربي الانتصار في المواجهة من أجل كتابة أجمل بداية للمشاركة في المونديال وإن عاش حضوضه في تجاوز الدورية الأول دخل المنتخب المغربي في العديد من المعسكرات الأعدادية التي تخللتها الكثير من مباراية الودية بغيتها الوصول للجاهزية الكاملة قبل محفل العالمي كان آخرها انتصارهم على أفغانستان بأربعة لثلاثة وسيمتل المنتخب المغربي في هذه المسابقة كل من عبد كريمانيبا محمد شرديوي يوسف بن سلام أنس العيان عثمان إدريسي صفيان بوريط وإسماعيل أنزال وصفيان الشعراوي وعثمان بومزين سوفيان سرار خالد بوزيد إدريس رئيس الفني ومحمد كمل المباراة ستجر اليوم الاثنين على الساعة الرابعة بتوقيت الهنيتش يواجه المدرب الفني للمنتخب الوطني المغربي وليد الرقرقية تحديا جديدا في دل غياب نجمه خط الوسط حاكم زياش لعب ندغة صرية تركية وإبراهيم دياز لعب ريال مضرد الإسباني وذلك بسبب الإصابة ومن المقرر أن يغيبان عن اللاعبان عن المعسكر التدريبية المقبلة للمنتخب والذي سيعتمد خلاله لخوض مبارتين هامتين أمام متخب إفريقيا الوسطى لمن تصفية كأس أمم إفريقيا المغرب الفني وخمسة وعشرون في ظل هذا الغياب يعمل الرقرق جهدا للعطور على بدائل قوية لتعويد النقص الناتج عن غياب زياش ولياز وفقا للمصادر المطلعة فإن المدرب المغربي سيستهدف ضم اللاعبين الشبابين الواعدين عسام الصحراوي لعب نادي نينا فرنسي وصاحب الدرويش لعب نادي إندهوفن الهولندية بالإضافة إلى ذلك يفكر وليد الرقرق في منح فرصة كبيرة لبعض اللاعبين الشباب الذين لم يحضوا بفرصة مشاركة بشكل كبير في المباريات السابقة مثل إلياس خماش لاعب نادي فياريال الإسبانية وإلياس بن صغير لاعب نادي موناكو الفرنسية ويعتبر غياب حاكم زيا الشواء إبراهيم دياز عن صحوف المنتخب الوطنية ضرب موجعة للرقرق خاصة وأن اللاعبان يشكلان ثنائية هجومية متميزة ويساهمان بشكل كبير في تحقيق المنتخب المغربي نتائج إيجابية في المباريات الأخيرة فقد سجل معا أربعة أهداف من الأصل خمسة أهداف أحرازها المنتخب المغربي في آخر مبارتين يواجه الرقرق الآن تحديا جديدا يمثل في إعادة بناء خط وسط المنتخب المغربي وتكوين تشكيل قوية قادرة على تحقيق الانتصارات في المباريات المقبلة قررت إدارة من الرجاء الريالية بعد تدريسة احتجاجية للاتحاد الإفريقي لكراس القدم بعد المجزر التحكيمي التي تعرض لها الفريق الأخضر أمام سامارتيكس الغينية لحزاب دهاب الدورة التمهيدية الثانية لدور أبطال إفريقيا شهدت المبارات تعرض الرجاء الريالي للعديد من الحملات التحكيمية المتير للجدل والتي دفعت دارة النادي الأخضر لدفع رسالة احتجاجية للجهاز الأعلى القاريان شهدت الدقيقة الثالثة والأربعون من أحد الشوطة الأول تسجيل أصحاب الأرض للهدف الثاني حامل توقيع اللعب إيفيسون الذي كان في وضعية تسلل لكن الحكم مبارات قرر احتساب الهدف عرف الوقت البدر الضائع من أحداث الشوطة الثاني إشارة البطاقة الحمراء في وجه محمد زريتا صاحب الهدف الأول للكتبة خطرة يغيب بذلك اللعب عن وقوع الإيابة التي سيلعب في المملكة المغربية يشار إلى أن المواجهة الإياب بين الرجاء الريادي وصمرتاكس الغينية ستقام على رضية الملعب العربي الزوالي علما أن لقاء الذهب انتهى بالتعادل الإيجابي هدفين لمثلهما قال شريف أكرمي حارس مرمى بيراميز أنه طالب زميله المغربي محمد الشيبي ظاهر أيمال فريق بحل أزمته مع الشحات جناح الأهلي بعد لجوء الشيبي للقضاء المصري لدى الأخر بواقعة السب والتعدي بالضرب في المباراة الفريقين في سنة 2023 في 23 يوليوز أشار أكرمي عبر برنامج القرى مع فريقه بقناة MBC منصر 2 إلى أنه تحدث مع محمد الشيبي بعد لقاء المصري في الدوري خلال شهر ماي الماضي وضحنا للعب أبدا تفهمه لكن قال إن هناك أطراف عديدة تتحدث معه في هذا الملف وأكد أن إدارة بيراميز لم ترفض الصلح بين ثنائي موضحا أن الشحات يريد حل الأزمة وديا ولكن لو كانت العقوبة صادرة بحق هذه الواقعة بالنسبة ربما لم تكن لتصل لهذه المرحلة أقدت محكمة جنح الاستئناف بمدينة النصر برفض استئناف حسين الشحات اللعب النادي الأهلي على محكم حبسه سنة وحرمانه من صلاحه لعضوية مجلس إدارة أي هيئة رياضية أو أيدة المحكمة الحكم بتهمة التعدي بالنسب السبي والضرب على اللعب المغربي محمد الشيبي ترجمة نانسي قنقر